رحل بعض فنانون العالم العربي بجنازات بسيطة للغاية لم يحضرها سوى ثلاث أشخاص وآخرون لم يحضر جنازتهم إلا الأصدقاء والأقار فقط لظروف سياسية أو اجتماعية وإليكم مجموعة من الفنانين الذين رحلوا بهدوء وبجنازات بسيطة فلنتعرف عليهم أشهر الفنانين الراحلون الفنان والإعلام الكبير ممضوح فرق المزيع والمصارع المعتزل الذي توفى في 16 أغسطس 2014 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 63 سنة ولم تحضر أي شخصية عامة لجنازته وصد جاهل غريب لبطل العالم الصادق في المصارع الحرة لخمس سنوات الفنان عبد الفتاح الأسري ممثل الكوميديا المشهور الذي اشتغر بالجملة المشهورة أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا وإصابته بحوال عينيه كانت نهاية مأساوية حيث أصيب بالعمل مفاجئ أثناء أداءه مسرحية فصرخ لا أستطيع الرؤية وظن الجمهور أن هذه ضمن أحداث المسرحية فزاد الضح وقد توفع عام 1964 ولم يحضر جنازته سوى ثلاث أشخاص الفنان الكبير حاتم زلفكار ممثل مصري ابتعل عن الأدواء بعد أن اتهم بتعاطي المخدرات فقضى وقته في السجن وتعرض قبل وفاته لحادث أثر في قدرته على الحركة فلم يستعين به المنتجون أو المخرجون في أي أعمال ما أثر على نفسيته كثيرا توفي وعمره 58 عام وعلم أهله برحيله بعد وفاته بعدة أيام حيث كان في منزله وحيدا ولم يحضر جنازته سوى ثلاث أشخاص الفنان الكبير نجاح الموجي ممثل كوميدي مصري توفي عام 1998 وكان عمره 55 عام بسبب أزمة ألبية مفاجئة وحضر الجنازة عدد قليل من الفنانين والسبب في ذلك هو عنصر المفاجئة حيث لم يعلم عدد كبير من الممثلين بخبر وفاته لأن التلفزيون المصري أزاع الخبر مرة واحدة فقط في العشرة صباحا الفنانة مريم فخر الدين ممثلة مصرية توفيت عام 2014 وأصار عزوف نجوم الفن عن تقديم واجب العزاء فيها استياء وغضب أسرتها ما دفع أبناء الراحلة للتفكير في إنهاء العزاء مبكرا الفنان الكبير يوسف داود ممثل مصري توفي في عام 2012 بعد صراع مع المرض عن عمر 74 عام ولم يحضر الجنازة عدد كبير من الفنانين بسبب الأحداث السياسية الساخنة التي تعيشها مصر في تلك الفترة وأقيمت مراسم الجنازة قبل ساعتين فقط من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفنان الكبير سعيد صالح فنان مصري ترك رصيدا سمينا من الأعمال الفنية لم يحضر جنازته أحد من الفنانين حتى صديقه الفنان عدل إمام الذي برر عدم حضوره بأنه كان في الساحل الشمالي ولكنه حضر العذاب وأثار حضور الفنان استياء كبير في الرأي العام ومستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الكبير كؤاد أحمد ممثل مصري عاش أحداث سيئة وأمضى عشرين عاما فاقدا بصرا بسبب مكياج أجري بطريقة خطأ فأصيب بالعمل مباشر دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض وانتهى بوفاته عام 2010 الفنان نهاد قلعي ممثل وكاتب سوري اشتهر بأدواره مع رفيقه الفنان دريد لحام خصوصا شخصية حصن البرزان وعانى في السنوات الأخيرة من حياته وحيدا وكان في وحدة قاتلة إزهجرته الأدواء وأهمله رفاقه وشيعت جنازته بعدد قليل جدا من أهله ومع حضر أحد من الفنانين جنازته الفنان ممدوح وافي ممثل مصري وشف عن مرضه بسرطان الجهاز الهضمي أثناء مرافقته صديقه الحميم الفنان أحمد زاكي في رحلة علاجه من سرطان الرئة في الأشهر السابقة وتوفي عام 2004 وشيعة بجنازة بسيطة ودفن في مدافن فنان أحمد زاكي الفنان محمود صايمة ممثل كوميدي أردني مات عام 2011 بعد إصابته بزبحة صدرية وجنازته كانت متواضعة للغاية بعيدا عن أعين الإعلام الفنان شعبان حسين ممثل مصري مشهور وتغيب عدد كبير من الفنانين والفنانات عن عزاؤه أبرز رفيق له الفنان محمد صبحي الفنان سيد درويش شارك في جنازته أربع أشخاص فقط في يوم وفاة الموسيقار كان قائد صورة 19-19 سعد باشا زغلول قادم إلى الإسكندرية فأسرع المصريون بعشرات الآلاف لاستقباله في الميناء ونصف فنان الشعب الذي غادر الدنيا في عز شبابه بعمر 31 عام في 15 ستمبر عام 1923 علاء سعب مغني عراقي اشتهر بأداء أغنية البرتقالة والتفاحة توفي في عام 2012 عن عمر يونازي 45 عام بعد معانته من مرض الكبد والضغط والسكر وعجز الكليتين وانسداد الشرايين وشيعت جنازته في محافظة النكف العراقية ولم تحظى بأي تغطية إعلامية ما جعل معجبينه يظنون أنه على قيد الحياة حتى يومنا هذا علي حسنين فنان مصري توفي عام 2015 وكان عمره 76 عام بعد صراع مع المرض وفوجئت أسرته بغياب تام من الفنانين في عزائه يوسف عيد فنان كوميدي مصري توفي عام 2014 بسبب أزمة ألبية وحضر جنازته عدد قليل للغاية من الفنانين الفنانة ليلة جمال مصرية توفيت عام 2014 وكان عمره 70 عام بعد صراع مع المرض وحضر جنازتها عائلتها ولم يحضر أحد من الفنانين الذين غابوا عن جنازتها أيضا لا تنسى تقييمك للفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة